أكثر من مئة ألف يمني تضرروا جراء السيول والفيضانات التي ضربت البلاد منذ منتصف إبر النيسان الجاري وفق بيان للأمم المتحدة لكن هذا الرقم قابل للارتفاع في ظل بدء موسم الأمطار في اليمن والذي قد يستمر حتى نهاية الصيف البيان الصادر على لسال ليزجراندي منسقة شؤون الإنسانية في اليمن أكد أن هناك عائلات يمنية لا حصر لها فقدت كل شيء بسبب الفيضانات وأن محافظات عدن وأبين ولحج ومارب والعاصمة صنعا من أسوأ المناطق المتضررة وتسبب السيول الأمطار الجارفة خلال الأيام الماضية في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص بمحافظات عدة كما ألحقت خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وألقت بوطأتها بشكل أكبر على النازحين الذين تهدمت خيامهم وأتلفت مدخراتهم القليلة من معونات الغذاء واحتياجات الإيواء وأدت السيول إلى قطع الطرق والجسور وتعطل شبكة الكهرباء وإمدانات المياه إضافة إلى قطع الوصول إلى الخدمات الأساسية لآلاف الأشخاص بحسب البيان ذاته وفي السياق توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من تعز جنوبا وحتى صعد في أقصى الشمال خلال الساعات المقبلة ما يستدعي من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ويجعل من رقم متضرري سيول وثق بيان الأمم المتحدة مرشحا للارتفاعة